وفي سياق متصل دعت الولايات المتحدة الحوثيين اليوم الى وقف تصعيد صراع في اليمن وابداء الالتزام بالحوار وذلك بعد يوم من مهاجمة الجماعة الارهابية المتحالفة مع النظام الايراني لناقلة نفط سعودية وقال بيان للبيت الابيض ان الولايات المتحدة تشعر بالزعاج مالغ من احداث محاولة الحوثيين لتصعيد الحرب في اليمن هذه المرة بالاعتداء على سفينة تجارية في باب المندب احد اكبر ممرات الشحن ازدحاما في العالم واشار البيت الابيض الى ان النظام الايراني يحاول اطالة امد الصراع في اليمن عبر تسريح الحوثيين